كلنا فاكرين الكلام اللي طلع من فترة على موضوع المأدون الإلكتروني واللي كان محور جدل كبير في الرأي العام النهاردة الكلام ده بقى حقيقة بعد ما شهدت إحدى القرى السياحية بمحافظة بورسعيد أول حالة زواج إلكتروني ما بين محمد مهدي الغرباوي ومينة الله محمد منصور ده كان من خلال تطبيل أحوال الشخصية الجديد أو المأدون الإلكتروني واللي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد العروسين الحقيقة وقعوا على أسيمة الزواج إلكترونيا وتم التقاط صورة العروسين وبيتم وضعها بالأسيمة ببدل فستان الفرح ده كان طبعا داخل القاعة بالإضافة للحصول على بصمة الأصابع إلكترونيا أم الشيخ محمد أنور مأدون بمدينة بورفؤاد بإدخال بيانات العروسين على تطبيق الأحوال الشخصية من خلال اللابتوب وطبعا بعد كده الإجراءات تمت بسهولة ويسر وده كان وسط فرحة عارمة من جانب الحضور وكان فيه إطلاق للزغريد من السيدات طبعا منقول ألف مبروك للعروسين هي التجربة جديدة مش عارب بقى الناس ممكن بتستقبلها إزاي الحقيقة لكن ده بقى أمر واقع دلوقتي وممكن يكون مطبق في أماكن كتير ووفقا لاستعدادات اللي بتكون متاحة بس اللي احنا بنعرضه لحضراتكم ده أول حالة وده أول عريس وأول عروسة بيتزوجوا إلكترونيا اشتركوا في القناة